مجاز أثناء من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلت الجديدة في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي والذي يعد عصبا أساسيا للاقتصاد المصري وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصدرات الزراعية بما يدعم جهود زيادة الدخل القومية وإخلال اجتماعيه بمسؤولين المعنيين بالمشروع تابع الرئيس السيسي نسبة تنفيذ المشروع الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للموطنين وتصدير الفائد للخارج هذا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلع على مساجدات العمل في مختلف المشروعات الفرعية ذات الصلة وعلى رأسها مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللهون بمحافظة الفيوم ومشروع ألمينيا وبني سويف لاستصلاح الأراضي ومشروع سنابل سونو بأسوان ومشروع منطقة الداخلة بجنوب مصر والمنطقة الصناعية واللجستية بمحور الضبعة بالدلتة الجديدة ونقش الاجتماع كذلك أليات دعم تلك المشروعات وعلى رأسها جهود توفير المياه للرأي وإنشاء الصوامع لتغزين الغلال والحبوب كما تم عرض الجهود المبدولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي وتطوير أنظمة الرأي والميكانة الزراعية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه لأول مرة في مصر يتم إنتاج وحدات التكييف المركزي بمصنع هاير مؤكدا أن الفترة القادمة ترتكز على دور القطاع الخاص الرئيسي في دعم الصناعة بمصر وخلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة العاشر من رمضان أوضح مدبولي أن الدولة خصصت الرخصة الذهبية لدعم قطاع الصناعة لسرعة إنجاز الترخيص لمصانع القطاع الخاص والنهاردة هذه الشركات العالمية بوجودها في مصر هي رسالة ثقة كبيرة جدا في الوضع السياسي والاقتصادي للدولة دي اللي يخلي شركات بهذا الحجم الكبير جدا أنها تقرر أنها تفتح مصانع مش مصانع أنها تخدم مصر ولكن مصانع إقليمية هدفها أنها تغطي جزء من احتياجات السوق المحلي وكمان تصدر للخارج الشيء المهم جدا يمكن حضركم بدأنا في مصنع هاير أنه بيتم إنتاج لأول مرة في مصر وحدات التكييف المركزي والوحدات دي يمكن من أربع شهور أو تارت شهور لما أنا كنت بزور المصنع ولسه هما بينشقوه طلبت من رئيس الشركة بصورة رسمية أن هذا المكون أو هذه الصناعة يبقى موجودة هما كانوا بيتكلموا على التكييفات المنزلية فوراً النهاردة الحقيقة وريني الخط الإنتاج اللي حيبدأ بالفعل أو بدأ بالزبط التجارب التشغيلية وحيبقى إن شاء الله على شهر خمسة بينتج فعلاً وحدات التكييف المركزي الأهم أننا طلبت منه أن يبدأوا ينشئوا وحدات التكييف العملاقة اللي هي بتخدم على مباني كاملة أو الوحدات اللي احنا بنسميها التشيلرز وإن شاء الله برضو يعني حيتم تخصيص أرض ليهم وحيتم تنفيذ هذا المصنع خلال هذا العام قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان استهلها بزيارة مجمع هاير الصناعي لتصنيع الأجهزة المنزلية وخلال الجولة أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع في مختلف المناطق الصناعية وذلك لدفع العمل بهذه المشروعات وللتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها إمانا من الدولة والحكومة بالدور الكبير الذي يقوم به قطاع الصناعة كأحد مرتكزات الاقتصاد الوطنية ودفعه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات فضلا عن توطين مختلف الصناعات محليا وتعميق الصناعة وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تعول عليه الدولة خلال المرحلة الرهنة باعتباره شريكا أساسيا في المشروعات التنموية وخلال جولته التفقدية بالمدينة الصناعية بالعشر من رمضان زار رئيس مجلس الوزراء مصطع بيكو مصر للأجهزة المنزلية واجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة من خلال الجهات المعنية لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء تشغيل الفعلي له وافتتاحه في أقرب وقت وهو ما يسهم في توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج باستثمارات تركية تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ضخ أي استثمارات أو توسعات جديدة من القطع الخاص يعتبر إضافة قوية للاقتصاد المصري باعتبر أن هذه الاستثمارات توفر حجما كبيرا من العمالة ومنتجات عديدة بجودة عالية تغطي بها احتياجات السوق المحلية وهو ما تدعمه الحكومة بقوة كما شدد مدبولي على أن الدولة تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة جاء ذلك خلال جولته بمصنع شركة فراش إلكتريك لصناعة الأجهزة المنزلية حيث تفقد رئيس الوزراء أحدث خطوط إنتاج المصنع والمتمثل في الغسلات الأوتوماتيك كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع يوتن للديهانات والبيات الصناعية ضمن جولته بمدينة العاشر من رمضان وخلال الجولة أعرب رئيس الوزراء عن مضي الحكومة في تقديم الدعم المطلوب للتوسعات الجديدة لأي مصنع أو ضخ استثمارات جديدة في مختلف المشروعات التنموية في الدولة يعقد وزير الخارجية سمح شكر اليوم مباحثات مع كل من وزير خارجية فرنسا استفان سيجغني ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي كما تنعقد مباحثات ثلاثية بقصر التحرير بين وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن تتناول تطورات الإقليمية وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة ومن المقرر أن يعقد الوزراء مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختم اللقاء الثلاثية أعلن صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي لصندوق أكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل صندوق الممدد لمصر وأوضح صندوق النقد أنه وافق على زيادة البنامج الأصلي بنحو خمسة مليارات دولار مشيرا إلى أن هذا يسمح لمصر بسحب ما يعادل نحو ثمانمائة وعشرين مليون دولار على الفور أكد البرلمان العربي أن استمرار العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة بهدف إلى تدمير هوية وكيان الشعب بأكمله جاء ذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين اليوم الأرض الفلسطينية التي تأتي في ثلاثين من مارس من كل عام حيث أشار البرلمان العربي لأن هذه الذكرى تأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ماضي لحرب إبادة جماعية وتهجير قصرية وترتكب ضده مجازر وجرائم حرب راح ضحيتها ألاف الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء كما أدنى البرلمان العربي كافة السياسات الاستطانية التي ينفذها كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية وتؤكد بطلانة وعدم شرعية جميع أشكال الاستطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس نهاية موجز الثالثة من التلفزيون المصري نشككم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة